موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي في قناتكم اللبينة الخامسة توليف توليف يا كان ندروا مراجعة لتكشفناه في اللبينة الخامسة كانت اقرأ ثم ألاحظ وأكمل شاهية منفرة إذن الكلمة وضدها شاهية منفرة مستمتع أنا أستمتع أنا مستمتعا كارها مستمتعا أعفوا كارها أنا لا أستمتع أنا أستمتع بهذا المكان مستمتعا كارها أنهى ضدنا أنهى بدأ بدأ القراءة أنهى القراءة بدأ انصرف انصرف الولد جاء الولد إذن انصرف مجيء 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 صحيح بدأ انهى مجيء انصرف باع 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 الخبزة اشترى اشترى عارض أنا أقول الكلام لكنه يعارضني في قوله لا أريد أن أيدني يعني يعارضني تأيد عارض أنا أؤيدك في رأيك أيد 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 ثمن الشواء ثمن الشواء شاهدوا هذا النص ذات يومين ذات يومين خرج جوحا يتجول في المدينة جوحا يتجول في المدينة مرة أمام مطعام الشواء تفوح منه روائح شهية آه أدخل جوحا يده في جيبه فلم يجد إلا بضعة دراهم دراهمات لا تكفي لشراء طبق شواء فأسرع واشترى خبزة ثم عاد ووقف أمام فرن الشواء أخذ يعرض الخبزة للدخان المتصاعد من اللحم المشوي ثم يقدمه مستمتعا بالطعم الذي يعلق بالخبز الطري بعد أن أنهى جوحا وجبته مستمتعا بالطعم أهم ما ينصير فيه فناداه صاحب المطعم ليدفع أمام عليه قلت أن تدفع ثمن دينا تشير رد جوحا مستغربا أنا لم أشتري شيئا لم أشتري شيئا منك شيئا من مطعمك سأدفع لك نظيرة ماذا نظيرة ماذا لم أشتري شيئا أصر صاحب المطعم على أن يدفع ثمن الدخان هذا قلت أن تدفع ثمن الدخان الذي تناولهم علت أصوات المتخاصمين وتجوق حولهم أناس كثر منهم من كان من رأي جوحا ومنهم من أيل طلب صاحب المطعم هذه العارضة أيلة فما كان من جوحا إلا أن قال للبائع إذن جوحا نعرفه بالدكاء ديها له فما كان من جوحا إلا أن قال للبائع قال له ذلك البائع أحضر لكفة الميزان أحضر لكفة الميزان كي أدفع ثمن ما أكلته أحضر لكفة الميزان فرح الرجل ومدى له الكفة النحاسية أحضر لكفة النحاسية أخذ جوحا يسقط الدراهمة درهمة 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 كيف يسقط الدراهمة؟ أقرأ ذلك تسمع تسمع الرنين الدراهمة فوق الكفة النحاسية لأنها من المعدن أخذ جوحا يسقط الدراهمة درهمة درهمة ثم جمع دراهمه ووضعها في جيبه وقد جمع الدراهم أو لا يشعر لكفة المطعام مستى شيطا غضبا غضب عندما تجبتي فلوس قلتها تحتها فوق الكفزة و أين حسابي؟ قلوا أين حسابي؟ رد عليه جوحة بجدية هل سمعت رانين الدراهم؟ هذا هو ثمن دخان الشواء رد عليه بجدية و سمعت رانين الدراهم لكتكت فوق الكفن هذه هذا هو ثمن الدخان الشواء و أعيدوا قناعة النص و أكتبوا المطلوب في دفتاري وضعية البداية العقدة والحل والوضعية النهاية في الأول كنا نعرف أن جوحة يتجول في المدينة و أجبته رائحة الشواء التي تكتفوح من المطعم هذه هي الوضعية البداية كما تقول أنت بالدارج يكسبها جوحة يتجول في المدينة و أعجب برائحة الشواء التي تكتفوح من المطعم سهل العقدة ما هي المشكلة التي يقعها؟ ما هي المشكلة؟ لا مشكلة مشكلة أنه و لكن المشكلة أنه أخذ خبزة و عرض الدخان و صاحب المطعم قال له سيدي أعطيني فلوسي المشكلة العقدة هو أن صاحب المطعم طلبه بثماني الدخانة العقدة هي طلبه صاحب المطعم من جوحة دفع ثماني الدخان الذي دخل الخبزة أخذ جوحة يسقط الدراهم فوق الكفة النحاسية كثمن للدخان أخذ جوحة يسقط الدراهم فوق الكفة النحاسية ترق 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 أهم أدواء الحل و داية نهاية استطاع جوحة بذكائه إقناع صاحب المطعم بصوت الدراهم كثمن للدخانة استطاع أنه إقناع صاحب المطعم بأن هذا الصوت الدراهم الراني رهوى ثمان ديال الدخان صحيح؟ إذن عشان أقول لك هذا ضروري أنك تقرأ مرات و تكتب هذا الشيء في الدفتر إلى هنا ينتهي الفيديو دمتوا في رعيات الله و إلى اللقاء